بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنتكلم على خطوات تصميم القعدة المربعة ده الجزء السابع من شابتر 2 اللي هو الاسوليتد فوتينج من كورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 مبدئيا عشان تصمم القعدة المربعة لازم يكون جفن عندي المعطيات الاتية واحد النيت اللاوبل بيرن كباستي أوف صويل اليل كيو نت اللاوبل الييلد سترسوف ستريل اليل اف ييلد والكاركتريستيك كومبريسيب سترنسوف كونكريت اليل اف مين سيو والكولوم لود بتاعنا اللي هو البي كولوم ملازم نعرف ان البي كولوم ده غالبا بيبقى الوركينج لود ومأسات العمود اللي هي بي كولوم في بي كولوم عشان نقولنا العمود مربع يبقى يفضل ان القادة تكون مربعة اما لو كان العمود مستطيل فيفضل ان القادة تكون مستطيل ولكن هذا ليس بشرط بمعنى انه ممكن يكون العمود مربع والقادة مربعة او العمود مستطيل ايسف العمود مربع والقادة مستطيل او العمود مستطيل والقادة مربعة ممكن نعمل الحالة هدية اخر معطى عندي اللي هي البي كونكريت سيكنس اللي هي التي بي سي ايه الخطوات بقى بتاعتنا اول خطوة نحسب الاحمال اللي هي البي ووركينج هي البي كولوم نفسها اما البي ألتميت بتساوي واحد ونص في البي ووركينج او ممكن اقول ان البي ألتميت بتساوي واحد واربعة من عشرة في البي ديد زائد واحد وستة من عشرة في البي مين لايف زي مخطف مين في الخرصانة طيب خطوة تانية ان احنا عايزين يجيب الديمانشنز بتاعت الفودي لو كان سمك الخرصانة العادية اقل من 20 سنتي يبقى الخرصانة العادية مش دخلة معايا في التصميم فبقى جيب الاريا بتاعت الرينفورس الكونكريت عبارة عن البي ووركينج على الكيونيت اللاوبول يبقى طالعة المساحة بالمتر سكوير بعد كده اجيب بقى مقاس القاعدة من عندي الاريا والقاعدة مربعة يبقى البي ارسي عبارة عن الروت بتاعت الاريا رينفورس الكونكريت ودي بالايه بالمتر طبعا بتطلع لي قيم مش ممكن ننفذها او صعب التنفيذ بتاعتها مثلا تطلع لي 3.41 سنتي ومص مثلا يعني طيب الكلام دوت انا هقول للراجل اللي عملي 3.41 سنتي ومص لا ما بيحصلش فبقرب الكلام دوت ان احنا لقربه لأقرب 5 سنتي بالزيادة بتاعته يعني تبقى مثلا 3.45 سنتي او 3.5 مفيش مشكلة طيب انت جبت كده مقاسات الخرصانة المسلحة لو انا عايز اجيب بقى مقاسات الخرصانة العادية بتاعتي هقول له خلاص هزود من هنا ومن هنا السمك بتاعي بتاع الخرصانة العادية بيبقى البي بتاعت البي سي بتساوي البي بتاعت الارسي زائد اتنين تي بي سي بس الكلام ده كله امتى لما تبقى تي بي سي اقل من كام من عشرين سنتي طيب لو كانت بقى التي بي سي اكبر من او تساوي 20 سنتي الوضع لا الاريا اللي انت بتجيبها دي الاريا بتاعت الهي البي سي يعني الاريا بتاعت البلين كونكريت يعني الاريا اللي هي الكبيرة بتاعتي وفي الحالة دية ال-B هتبقى تجيب ال-B بتاعت plane concrete تسوي الجاز او ال-Root بتاعت ال-Area بتاعت plane mean concrete لو عايزة جيب بقى ال-B بتاعت ال-R طبعا ده لازم تقرب لأقرب 5 سنتي بالإيه بردك بالزيادة عايزة انا جيب بقى ال-B بتاعت مين ال-R C فلازم ازود مين مش ازود انت جبت ال-B بتاعت مين ال-B C عايزة جيب بقى ال-B بتاعت ال-R C يبقى لازم تطرح منها الحتتين دولار الحتتين دولارتي اما تاخدهم ال-TBC او ناخدهم الحتة دي اسمها ال-CBC تي عبارة عن مين ال-TBC في جزر ها 1 33 على ال-Q net مين الاول بتاعتي على اساس ان انا مش عايز شد في الخرصانة العادية يحصل يعمل له انهار يبقى انا في الحالتين قدر تجيب ال-D dimensions بتاعت الاعدى اللي هي ال-B بتاعت ال-BC وال-B بتاعت ال-RC الاجزاء اللي بعد كده في الكورس هنكمل خطوات التصميم شكرا اشهروا في جزرورا